اشتركوا في القناة وهو الاحد الثاني من سابوع القيامة حسب لتورجيا الكنيسة المشرقية الكلدانية نتأمل اليوم في نص مهم جدا من كرازة البشير يحنم وهذا النص يعقب قيامة الرب يسوع المسيح وهو نص ظهور الرب يسوع المسيح للتلاميذ نقرأ هذا النص في الانجيل بحسب يحنم في الإصحاح العشرين يقول البشير يحنم فلما كانت عشية ذاك اليوم وهو الاحد والابواب مغلقة حيث كانت تلاميذ خوفا من اليهود جاء يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم السلام معكم يعني من اول جملة هناك اشياء علينا ان نتوقف عندها لان هذا النص فيه الكثير الكثير من التفاصيل اللي علينا ان نشرحها عشية ذلك اليوم وهو الاحد علينا ان ننتبه الاحد هو اليوم الاول من الاسبوع الجديد فهو بداية جديدة لكن لننظر كيف هي هذه البداية هذه البداية هي بداية خوف التلاميذ يجلسون خلف ابواب مغلقة خوفا من اليهود هي بداية شكوك هي بداية يأس بداية فقدان الرجاء مع انه هو اول يوم في الاسبوع الرب يسوع يقول الناس جاء ووقف في وسطهم هذا ايضا هذه اشارة واضحة الى انه الرب يسوع في الانجيل بحسب يحنى هو الله المتجسد لانه دائما هناك هذا التعبير في العهد القديم الله وسط شعبه فالرب يسوع يقف في وسطهم يقف في المركز لكي يقول اذا جعلتموني مركز حياتكم اكيد اكيد حياتكم ستتغير وهذه الابواب ستفتح الاقفال ستكسر وهذا ما حصل لان الرسل خرجوا بعد ذلك يبشرون بقيامة الرب يسوع في كل مكان اول كلمة يقولها الرب يسوع او اول عبارة يقولها الرب يسوع للتلاميذ بعد القيامة السلام معكم لماذا السلام معكم لماذا لم يقل مرحبا انا اعرف انتم حزانة فانا جئت اعزيكم واقويكم لماذا قال السلام معكم لان التلاميذ لم يكنوا فقط خائفين بل كانوا مضطربين مثل حالنا اليوم في هذا العالم نحن مضطربون كثير افكار تأثر علينا كثير افكار تتجاذبنا كالمد والجزر مضطربين لا نعرف اليوم ماذا سيحدث في المستقبل نرى اضطهاد الكنيسة نرى ازدياد تيارات العلمنة وهيمنة العولمة كل هذه الامور نراها في الحياة وتجعلنا مضطربين تجعلنا متخوفين تجعلنا نحاول ننعزل ونعتقد مرات انه لنعيش لنعش نحن مسيحيتنا بعزلة حتى نستطيع ان نحافظ على ابنائنا ان نحافظ على مجتمعنا على قيمنا وتقاليدنا لكن الحقيقة سنرى في هذا النص كيف ان رب يسوع يريدنا ان نذهب الى العالم يريد ان يطلقنا يريد ان يجعلنا شهود لقيامته في هذا العالم قال هذا رب يسوع قال السلام معكم حتى يعطيهم للرسول السلام من هذا الاضطراب قال هذا واراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ لانهم رأوا الرب اراهم يديه وجنبه بمعنى يعني بعض اللاهوتين يتكلمون عن هذا الموضوع انه هو لم يري يديه وجنبه حتى يأكدلهم انه هو هو نفسه الذي صلب هو الذي امامهم يتكلم لكن هناك بعد اعمق في هذا الموضوع انه اراهم يديه وجنبه لكي يقول لهم انظروا اي خيانة عظيمة اقترفتموها وسببت هذه الجروح لكن انظروا كم هو الحب اعظم حب الله حبي لكم هو اعظم من هذه الخيانة ولذلك انا معكم من جديد حتى احرركم من هذه القيود حتى اطلقكم من هذا السجن الذي انتم وضعتم انفسكم فيه عندما الانسان هو يغلق بيده يغلق الباب معناته هو يضع نفسه في هذا السجن ثم ثم قال لهم يسوع السلام معكم مرة ثانية كما ارسلني ابي كذلك انا ارسلكم ولما قال هذا نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا روح القدس يعني لنشرح هذه العبارة بشكل تفصيلي الرب يسوع يعطي السلام للرسل حتى في البداية حتى يحررهم من هذا الاضطراب لكن يأكد هذا الموضوع يقول السلام معكم والسلام معكم يعني تفرق عن السلام عليكم يعني السلام عليكم اللي يستخدمها اخوتنا العرب اخوتنا المسلمين كثير مرات فيها نوع من الفوقية في العلاقة بين الملقي السلام ومستقبل السلام على يعني يبدو انه تشعرنا بعلاقة بين كائنين غير متساوين لكن السلام معكم هذه العبارة تعكس كيف انه الرب يسوع من نفس المستوى هو الانسان الذي صلب ومات وقام لاجل الانسان لذلك يعطي سلام من نفس المستوى لكي يقول للانسان لا تخف انا معك انا مع انه الله مع كوني الله لكن انا لازلت معك واقف على نفس الارض واعيش نفس الحياة ولذلك لذلك ادعوك ايها الانسان ان تعيش حياة الله يعني الرب يسوع صار انسان الله صار انسان لكي يجعل الانسان الها يعني هذا هو محور السر التجسد يقول الرب يسوع للتلاميذ طبعا يقول البشير يحنى انه الرب يسوع يقول ها انا ذا ارسلكم ارسلكم لما قال هذا نفخ فيهم في الانجيل المقدس لدينا انجيل واحد مثل ما دائما نأكد ليست اربعة اناجيل الانجيل بحسب متى ومرقص ولوق ويحن فلدينا انجيل واحد هو انجيل الرب يسوع اوانجليون دمار ايشو المشيح the gospel of our lord jesus christ ولكن لدينا اربع كرازات لهذا الانجيل تعكس اربع صفات او شخصيات شخصية شخص واحد ولكن من اقول شخصيات تعكس صفات للرب يسوع المسيح فنرى في الانجيل بحسب متى يسوع هو المسيح المنتظر هو ملك اليهود في لوقة نرى يسوع هو الانسان الذي يشعر بالانسان وذلك لدى لوقة امثلة رائعة جدا لا نقرأها في كرازات اخرى مثل السامري الصالح مثل الفريسي والعشار نرى في كرازة مرقص كيف ان يسوع الرب هو المخلص الخادم هو مخلص لكن خادم في نفس الوقت وفي يوحنى نرى ان يسوع هو الاله المتجسد يعني في عدد من المواضع الرب يسوع يثبت على انه هو الله المتجسد واحد من هذه المواضع هو هذا النص اللي اليوم دا نتأمل من خلاله يقول لما قال هذا نفخ فيهم هذه العبارة لها علاقة بعبارة موجودة بالعهد القديم يقول سفر التكوين عندما خلق الله آدم كان من طين فنفخ في أنفه نسمة الحياة اليوم الرب يسوع نفخ في الرسل عندما يريد أن يرسلهم ما معنى هذا أنه الخوف يجعل الإنسان ميت حتى ولو يتنفس الخوف الأبواب المغلقة اليأس الشكوك كل هذه تجعل الإنسان ميت في حياته لكن الرب يسوع يعطي هذه نسمة الحياة الجديدة يقول الإنجيل نفخ فيهم وقال اقبلوا روح القدس يعني هناك عديد من آباء الكنيسة يتكلمون عن هذه النفحة الأولية للروح القدس اللي هي مختلفة عن اليوم الخمسين يعني في اليوم الخمسين بنتيكوست بنتيكوست هذا نزول الروح القدس وتفاعل الرسل مع هذا الروح لكن الرب يسوع بهذه العبارة يقول اقبلوا روح القدس يعطيهم النفحة الأولى من هذا الروح لكي يرسلهم الروح الإرسالي ويقول لهم من غفرتم خطاياه غفرت له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت له الرب يسوع يعطي للرسل هذه الرسالة أنه لماذا الرب يسوع يرسل الرسل إلى العالم ليبشروا بالمسيحية صحيح ليبشروا به صحيح لكن لسبب واحد ورسالة واحدة هي غفران الخطايا رب يسوع يريد يرسل الرسل مغفرة للعالم يريد يرسل الرسل الرحمة للعالم رب يسوع لا يريد أن يفرض اليوم يبني دينا جديدا فيه تقاليد ومراسيم وطقوس منمقة ومفصلة ومزخرفة لأي سبب كان مجرد أنه نبني أو نصنع دينا جديدا أو حركة جديدة الرب يسوع هدفه شيء واحد أصلا هناك بعض من له تيل الكنيسة يقولون أنه أصلا لم يكن هدف الرب يسوع أن يقيم دينا جديدا اسمه الدين المسيحي يعني بالمحصلة المسيحية هي ليست دين مسيحية هي حياة الله هي أعلى من دين هي حياة الله اللي موهوبة للبشر لكي يعيشها ولذلك هي صعبة جدا جدا لأنه علينا من خلالها أن نعيش مثل الله اللي صار إنسان وعاش في حياته الإنسانية جاع وحزن وبكى وتعب جرب ولكن اختلافه عنا أنه نحن نسقط في تجاربنا ولكن الرب يسوع لم يسقط ولم يرتكب الخطيئة فالرب يسوع يرسل التلاميذ لهدف واحد يرسلهم لكي يعطوا الغفران لكي يعطوا الإنسان الطمأنينة لكي يعطوا الإنسان السلام الداخلي اللي بدأ الإنسان يفقده في هذا العالم كثير كثير اليوم حتى بالدول المتقدمة يعني دول تعتبر نفسها متقدمة مثلا كندا كثير نتفاجأ عندما نكتشف أنه 20% من الشعب الكندي يتعاطى أدوية مضادة للكآبة في أوروبا يعني بلد مثل فرنسا معروف دائما نعرف عنه الثقافة والفان وبالريادة في كل شيء حتى على مستوى الفاشن والأزياء والتصاميم لكن 40% من هذا الشعب يتعاطى أدوية مضادة للكآبة لأنه الإنسان بدأ يعيش في هذا السجن اللي صنعه لذاته لأن ما ملتقي المسيح القائم من بين الأموات لذلك الإنسان بحاجة إلى هذا الغفران إلى هذا السلام إلى هذه الراحة السلام الروحي في طقسنا المشرقي كثير تعجبني الصلاة الكاهن عندما يصليها يقول لشخص السلام النفس يطلب لي شخص معين سلام النفس والجسد ليس فقط سلام الجسد يعني اللي هو يفهم أنه الصحة لكن سلام النفس أيضا وسلام النفس والجسد يفهم أيضا بمفهوم أعمق جدا أنه الهارمني هو الانسجام بين الجسد والنفس والروح في عين واحد لما تكون هذه المكونات الثلاثة للإنسان في انسجام يكون الإنسان في سلام في طمأنينة في استقرار ويستطيع أن يشهد لله في حياته طبعا لما ينفخ الرب يسوع يقول للرسل إقبلوا روح القدس لدينا جدلية إشكالية لحد الآن هي إحدى الفروق بين الكاثوليك وإخوتنا الأورثودوكس ففي قانون الإيمان اللي نصه الأصلي للأمانة يجب أن نذكر أنه نصه الأصلي هو عندما يقول ونؤمن بالروح القدس وتأتي هذه الفقرة المنبثق من الآب هذا كان النص الأصلي بعد ذلك كنيسة روما بفترة معينة ضافت الإبن نسميها هذه مشكلة الفيليوكوي يعني باليونانية فيليوكوي الإبن معناته فأضيفت عبارة أضيفت كلمة والإبن فلذلك نحن في الكنيسة الكاثوليكية عندما نعلن قانون الإيمان نقول المنبثق من الآب والإبن ومع الآب والإبن أخوتنا الأورتوذوكس لحد الآن يقولون المنبثق من الآب يعني بدون أن يذكروا الإبن طبعا الأثنين ممكن أنه يعني نثبتهما من خلال الإنجيل المقدس من خلال الكتاب من خلال الإنجيل المقدس يعني في عدد من النصوص يعني من الآب ومن الآب والإبن أيضا واحد من الأمور واحدة من الأمور اللي من خلال نستطيع أن نثبت أنه روح القدس وينبثق من الآب والإبن الآب والإبن معا هو هذا الناص يقول ولما قال هذا نفخ يعني الرب يسوع نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا روح القدس إذن روح القدس أيضا ينبثق من الإبن لأنه قبل إذا نقرأ قبل يعني كذا إصحاح سنقرأ في الإصحاح الرابع عشر في الإنجيل بحسب يحنى أنه الرب يسوع يقول لفليبوس أنا والآب واحد كيف تقول لنا أرنا الآب وحسبنا شوفنا الآب اللي تتكلم عنه شوقتنا عنه لكن الرب يسوع يقول لفليبوس من رآني فقد رأى الآب لأني والآب واحد فإذن حتى لو الروح القدس ينبثق من الآب فمعناته أيضا ينبثق أيضا بناء على كلام يسوع من الروح من الابن أيضا توما يعمل لنا مشكلة توما شخص يذكر في الإنجيل المقدس ثلاث مرات والأحداث الثلاثة اللي يذكر من خلالها تبين كيف أن هذا الشخص انفعالي ولكن شجاع أيضا ميهمه ماذا سيقول الآخرين المهم أنه يعرف الحقيقة وهو يبحث عن الحقيقة لم يكن هناك توما فقال فقال له التلاميذ قد رأينا الرب قال لهم إن لم أعاين في يديه آثار المسامير وأجعل فيها أصابعي وأمدد يدي في جنبه لا أؤمن طبعا هذا الموقف ليس غريبا عن توما المواقف الثلاثة المذكور فيها توما تثبت أنه هو شخص انفعالي ولكن مثل ما قلت شجاع يبحث عن الحقيقة موقف آخر هو في موت لعازر يعني الرب يسوع كان في مدينة أخرى ووصله خبر موت لعازر فبيت عنيا قريبة على ضواحي أوروشاليم كان يسوع مطلوب في أوروشاليم لكي يقتله رؤساء الكهنم يعني لأن كانوا يطلبونه منذ فترة فلذلك عندما قرر الرب يسوع أن يذهب لكي يقيم لعازر قال حبيبنا لعازر قد رقد فنحن نذهب ونقيمه توما برد فعل انفعالي قال لنذهب ونموت معه سهذا واحد من المواقف اللي تبين أنه توما هو انفعالي وشجاع ولكن أينك كان توما في بستان الزيتون عندما ألقي القوض على يسوع أينك كان في محاكمة يسوع أينك كان في طريق الآلام هرب مثل بقية التلاميذ فهو مثال لنا جميعا توما اسمه يعني التوأم بس ما يذكر الانجيل المقدس ماذا كان اسم توأم توما يعني أخو التوأم ففي هذا معنى عميق أنه توما كل واحد من عدنا هو توأم لأن نحن كثير مرات مثل توما نفعاليين نقول شيء ولكن لا نتحمل المسؤولية الكاملة جراء هذا طبعا الموقف الآخر هو لما الرب يسوع يقول أنتم تعرفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق فتوما أيضا يجيب يا رب نحن لا نعرف إلى أين تذهب كيف نعرف الطريق يعني شوفنا الطريق فهمنا توما أيضا يمثلنا في هذا الموقف لأن كثير مرات نحن ما نفهم كثير مرات تختلط علينا الأمور كثير مرات عندنا هذه الغشاوة على أعيننا فنحتاج أن نفهم أكثر وأكثر ولكن لن نستطيع أن نفهم إلا إذا كان لدينا العلاقة الشخصية مع الرب يسوع الموقف الثالث هو في هذا النص توما يمثلنا لأن عنده شكوك توما يمثلنا لأن لا يؤمن توما يمثلنا لأن لا يمكن أن يتصور أن الرب يسوع هو حاضر في حياتنا إلى هذه الدرجة إلى هذا الحد الذي يجعله يخترق حتى الأبواب المغلقة طبعا رب يسوع يقول جسوني الروح ليس له عظام لما يدخل ويقف في وسطه مثل ما شرحنا والأبواب مغلقة معنى هذا أن الرب يسوع هو موجود خارج حدود الزمان والمكان ولذلك قوانين الفيزياء لا تنطبق عليه فلذلك يستطيع أن يخترق حتى وإن كان له جسد مادي محسوس يستطيع أن يخترق حتى المادة الموجودة في الزمان والمكان تومة قال للتلاميذ أنا لازم أشوف الرب يقول وبعد ثمانية أيام لماذا ثمانية أيام هناك أيضا بعد لاهوت يحميق بهذا الأسبوع يكمل بسبعة أيام والثمانية أيام هو يوم جديد من أسبوع جديد بعد ثمانية أيام يعني الرب يسوع يريد يعطي تومة مجال كافي أسبوع كامل اللي هو الفترة الزمنية اللي يكتمل فيها كل شيء الله خلق كل العالم في ستة أيام واستراحة في اليوم السابع ويريد يعطي الرب يسوع أيضا فرصة يوم جديد لكي يكون بداية جديدة حتى تومة يراجع نفسه ويبقى يفكر كثير مرات الرب يسوع يتأخر في الاستجابة إلى صلواتنا إلى مطالبنا لأن يكون يعطينا هذه الفترة فترة المدة الكاملة وفوقها أيضا البداية الجديدة وفي نصف الطريق يأتينا حتى يقول ها أنا ذا أنا معكم لا تخافوا فبعد ثمانية أيام مثل ما شرحنا كانت تلاميذ أيضا داخلا وتومة معهم فأتى يسوع أيضا والأبواب مغلقة يبدو أنه الضغور الأول ما سبب هذا الانطلاق للرسل لأن الرسل يجوز قالوا صدفة صارت أو شيء من هالقبيل كثير مرات تحدث أشياء في حياتنا نقرر بعدها نقول بعد هذا الحدث الرب نجاني من هذا القدر أو من هذا المرض أو من هذه الحادثة من هذه المصيبة أنا رح أصلي كل يوم وأنا رح وكذا وإلى آخره ولكن نشوف أنه بعد أيام قليلة نرجع إلى حياتنا الطبيعية وننسى هذا الوعد فالرسل كان لديهم أكثر من ثمانة أيام حتى ينطلقوا حتى يبدون هذه البشارة لكن لا زالوا خلف أبواب مقفولة موصدة لا زالوا أسرة لهذا الخوف الذي كان مسيطر عليهم لهذا الإحباط ولهذا اليأس وقف في وسطهم وقال السلام معكم هذه ثالث مرة يقول الرب يسوع السلام معكم للرسل بالمناسبة في قداس المشرقي الكلداني الكاهن يقول ثلاث مرات السلام معكم أيضا أثناء القداس وقبل لحظات مهمة جدا كاهن يقول السلام معكم قبل الإنجيل قبل إعلان الإنجيل المقدس كاهن يقول السلام معكم قبل السلام تبادل السلام وبداية صلاة التقديس حتى يتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم الرب يسوع المسيح ويقول السلام معكم قبل أن نتحد بالرب يسوع قبل أن نتناول جسده ودمه فهذه المرات الثلاثة نلاحظ أنه كيف الرب يسوع ثلاث مرات يقول السلام معكم في هذا النص من الإنجيل للرسل ثم قال لتوم هاتي إصبعك إلى ها هنا وانظر يدي وهاتي يدك وامددها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا طبعا كثير عندنا لوحات تصور توم الرسول يحاول أن يمدد يده في جنب المسيح ويتحقق هل هذا فعلا جسد هل هذا فعلا يسوع الذي صلب لكن في الحقيقة الإنجيل لا يشير إلى أن هذا حدث لأن إذا نضع يعني أنفسنا بمحل تومة سنكون مأخوذين برهبة الحدث في لقاءنا المسيح القائم فيقول الإنجيل المقدس قال له تومة ربي وإلهي يعني هناك إيقونا تتصور تومة وهو ساجد من الرهبة التي امتلكته وهو يرى المسيح القائم ويحضر بشكل خاص لكي يريه ذاته قال له يسوع الآن لأنك رأيتني آمنت طوبى للذين لم يروني وآمنوا وآيات كثيرة أخر صنع يسوع لم تكتب في هذا الكتاب إنما كتبت لتؤمنوا بأن يسوع المسيح هو ابن الله وإذا آمنتم تكون لكم باسمه الحياة الأبدية كثير اليوم إخوتي وأخواتي في ختام هذا التأمل أود أن أتحدث عن هذه النقطة كثير اليوم نحن نعيش في شكوك العالم أصبح مليء في الشكوك يعني العالم أصبح شكوك في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة إلى حتى الدرجة اللي نشك مرات بأنه يسوع كان شخص تاريخي وظهر بشكل تاريخي قبل ألفين عام شكوك بدأت تصير حتى على مستوى علاقة الإنسان بالإنسان الأب ما عنده ثقة هناك أزمة ثقة في هذا العالم اليوم الرب يسوع يحاول أن يعالج أزمة الثقة هذه بأن يقول إذا وثقتم بي إذا وضعتم ثقة بي والثقة هي إيمان بمعنى إذا آمنتم بي ستكون لكم ثقة في الإنسان لأنه رح يكون عدكم ثقة في في أنفسكم الإنسان اللي ما عنده ثقة بالآخرين ما يكون عنده ثقة بنفسه بالبداية وهذا السبب اللي يجعله ما عنده ثقة بالآخرين اليوم السؤال اللي علينا أن نطرحه إخوتي وأخواتي هل التقينا المسيح القائم من بين الأموات في حياتنا أم لازلنا في سجن صنعناه بأيدينا هذه الشكوك هذه الظنون هذا الخوف من المستقبل هذا الخوف من التجارب هذا الخوف على أولادنا هذا الخوف من علاقاتنا الزوجية هذا الخوف من تدور أمورنا المالية هذا الخوف على صحتنا واعتلال صحتنا هل نعيش هذا الخوف خلف أبواب موسدة مغلقة أم نحن التقينا المسيح القائم ونعيش السلام والطمأنينة والثقة بأنه مهما حصل فنحن للمسيح والمسيح لنا وهو حاضر في حياتنا إخوتي وأخواتي إن لم نلتقي المسيح في حياتنا فحياتنا ستبقى سجنا مقفلا نعيش فيه شكوكنا ويأسنا وإحباطنا وأوهامنا فلنحاول أن نبحث عن المسيح فهو أقرب مما نتصور لنحاول أن نكتشف المسيح القائم من بين الأموات في حياتنا فنلتقيه ويعطينا السلام فتتحول حياتنا إلى حياة شهادة له في كل العالم لنقول أينما ذهبنا إنه قام وقد رأيناه ونحن شهود على ذلك له المجد الآن وكل آوان وإلى الأبد آمين